اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك الذي يعلم أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم عبر هذا الأثير المبارك عبر أثير إذاعة صوت القدس ونتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن صفة من الصفات المهمة التي لها تطبيق عملي وكل الصفات مهمة الصفات الحروف مهمة ونلحظ هذه الأهمية من تعريف العلماء لعلم التجويد قالوا إن علم التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات فكأنهم حصروا التجويد في إتقان المخارج والصفات فكل الصفات مهمة لكن إحنا في هذه الدورة السريعة المبسطة ننتقي بعض الصفات التي لها تطبيق عملي في التلاوة وهذا لا يعني إغفال باقي الصفات ولا يعني عدم أهمية باقي الصفات إنما في الطور المبتدئين وتعليم المبتدئين تكون هذه الصفات مهمة لأنها لها تطبيق عملي في تلاوة المتدربين نتحدث اليوم إن شاء الله عن صفة الهمس والهمس هي صفة تدل على ضعف حروف الهمس لذلك لضعف هذه الحروف فإنها يخرج معها الهواء والنفس عندما تكون ساكنة بالذات أو مشددة وفي جميع الأحوال إنما يتضح أو تتضح الصفات غالبا في التشديد وفي السكون وتكون مصاحبة للحرف الصفات كلها تكون مصاحبة للحرف في جميع أحواله لكن تكون واضحة في السكون وفي التشديد وصفة الهمس كما قلنا هي خروج بعض الهواء مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج حروفه فحثه شخص سكت يعني الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء هذه هي حروف الهمس إذا جاءت هذه الحروف ساكنة أو مشددة فإنها يخرج معها هواء نخرج الهواء ليش؟ لأن بدون خروج الهواء لا يتضح مهية الحرف يعني مثلا لو قلنا فليعبدوا رب هذا البيت بدون همس الحرف الأخير حرف التاء كأنه غير واضح غير مسموع فليعبدوا رب هذا البيت لكن لما أقول فليعبدوا رب هذا البيت تضح الحرف ألم نشرح لك صدرك الحرف بدون همس مش واضح ألم نشرح لك صدرك الحرف أصبح واضحا إذن هذه الحروف ضعيفة لضعفها لا تعتمد على نفسها في توضيح نفسها خاصة عند السكون والتشديد وإنما تأتي هذه الصفة لتوضيح هذا الحرف كما قلنا الحروف فحثه شخص سكت أي حرف بيأتي ساكن أو مشدد لابد من دفعة هواء مع هذا الحرف والهواء يكون في مخرج نفس الحرف لا يتعداه واستثنى العلماء الكاف والتاء المشددتان استثنى العلماء الكاف والتاء المشددتين لا همس فيهما لوجود صفة الشدة لوجود صفة الشدة فالشدة وقوة هذه الصفة بيمنع من ظهور الهمس بنقرأ إن شاء الله مع الشيخ أبو علي اللي بنرحب فيه معنا في هذا الحلقة وفي كل حلقات البرنامج ونقول له جزاك الله خيرا على حضورك معنا وعلى صوتك الندي الذي يعني يتحفنا في كل حلقة بالتطبيق العملي نرحب فيه والشيخ أبو علي محمود خلا ونقول له نقرأ إن شاء الله لآية السابعة من صورة ألي عمران لنستخرج بعض أحكام الهمس إن شاء الله وتعالى تفضل إبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أعوذ الألباب فتح الله عليك وعليه الله يجزيك الخير شفنا الشيخ أبو علي كيف قرأ منه يعني حتى إحنا قلنا مع الحركة بيكون الحرف فيه همس هيلها متحركة ولكن يعني أضعف من همس الساكن والمشدد منه آياته محكمات محكمات ولما وقف على التاء محكمات شف الحاء من حرف الهمس التاء من حرف الهمس محكمات يعني بنعطي دفعة لو ما قرأ الشيخ أبو علي بهذه الطريقة وقال محكمات محكمات لا يتضح الحرف ما بيبين إيش هو هذا الحرف ولا تتضح ما هي هذا الحرف إلا بدفعة هواء مع هذا الحرف عند سكونه محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاء شف الشيء كمان لكن الهمس أقوى عند الموقوف عليه والمشدد متشابهات عند الوقف على التاء متشابهات والهمس قلنا في مخرج كل حرف لا يتعداه فأما الذين في قلوبهم زيغهم فيتبعون شفنا كيف التاء المشددة ما همس فيها الشيخ أبو علي لأنه إحنا قلنا استثنى العلماء التاء والكاف المشددتين لوجود صفة الشدة وهي انحباس جريان الصوت فيتبعون شف كذلك وما يذكروا ما فيها همس لوجود صفة الشدة الشدة اللي هي انحباس جريان الصوت ولما أقرأ ابتغاء الفتنة الهمس في وسط الكلمة الحرف المهموس في وسط الكلمة بيكون أضعف من الموقوف عليه يعني متشابهات واضح الهمس لكن الفتنة بيكون الهمس أضعف في وسط الكلمة وبتغاء تأويله وقف على الهاء بدفعة هواء نشوف كمان مرة نقرأ مع الشيخ ابو علي كمان مرة الآية بدكوا تركزوا معنا لإخوة المتابعين الأكارم نركز في همس الحاء محكمات كيف دفعة الهواء وبتيجي في المخرج ما بتتعدى مخرج الحرف كيف بده يقف على متشابهات كيف بده يقرأ فيتابعون بدون همس لأن التاء مشددة كما قلنا استثنى العلماء الكاف والتاء المشددتين وكذلك يذكر الفتنة الفتنة تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هذه كله يعني صفة الهمس وتطبيقها العملي من ناحية عملية كيف ننقرأها في وسط الكلمة كيف نقرأ في آخر الكلمة نقرأ الآية مرة تانية شيخ ابو علي ويعني أرجو من الإخوة المتابعين والإخوة المستمعين إنهم يركزوا معنا كما قلنا في كيفية قراءة الهمس حتى نتعلم بإذن الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب جزاك الله خيرا نبو عليه فتح الله عليك الإخوة المستمعون الأكارم إلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقة اليوم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته